السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد تحسين من كناة صرشاجي. ازيكم عامليني. يا تمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. سريعا كده ماركة تيسو من ماركات المحترمة جدا. اللي انا يعني شخصيا اشتريت منها ساعات كتيرة جدا. وكانت عايشة معايا الفترة كبيرة جدا. ماركات تيسو. ففي اليوم في في الفيديو ده. حابب اشرح لكم ازاي تزبط العقارب او الدوريات الصغيرة دي. او الكورونوجراف اللي هو مش شغاله. تمام? اه مبدئيا كده علشان نبتدي الفيديو عاز بس اقول لك على حاجة ان ماركة تيسو دي من الماركات المتوسطة انك ممكن تقدر تشتريها بسعر كويس وتشتري ساعة محترمة وتعيش معاك لفترة كبيرة جدا. ممكن تدوم لخمساشر سنة ولا حاجة. واكتر كمان. لو انت بتعمل لها اللي انت بتغير لها البطارية بس وبتحافظ عليها سداني ممكن تقول معاك لتلاتين سنة. الساعات دي بتعيش كتير يعني. اه اولا عشان تزبط العقارب الصغيرة دي او اللي هي الدوريات الصغيرة دي اه في الساعة كل عليك انك بص هنا كده في هنا ده الكراون او الاكرة دي هتطلعها الاكرة دي لها تكتين تكة او طلعتين كده. طلع للتاريخ عشان تزبط التاريخ وطلع عشان تزبط الوقت. فانت بص حاول كده بجنتلة كده تعملها بص اهي. بص انا طلعتها نص طلع اهي. دي عشان تزبط التاريخ بص طول بص هقول لك على حاجة عشان تزبطها صح? شايف عقرب الثواني ده? شغال اهو. تمام? اول ما تطلعها نص طلع. واعرب الثواني لسه شغال اهو. يبقى انت كده انت كده هتغير التاريخ. لكن لو طلعتها بره خالص كده. شايف عقرب الثواني يوقف ازاي? واقف هو. ما بيتحركش. يبقى انت كده هتشغل عشان تصبت الوقت. فانت هتطلعها نص طلعها كده عشان زبط التاريخ. فانت هتدوس على بعد ما تطلعها نص طلعها دي. اللي هي تطلعها الاولى. هتروح دايس على دي كده. بص لما انت بتدوس على دي. شايف العقرب ده ليه بيتحرك? بص كده ركز. انا هدوس دوسة طويلة كده بص اللي هيحصل. بس اه لا هندوس دوسها كمان. اهو طبق بقى تزبطها كده اهو. كده اتثبت اهو تمام. وبعد كده نروح دايسين على الزرار اللي تحت ده بص الزرار اللي تحت ده اللي هيحصل العرب الطويل ده بتاع الستوب بوتش ده لا يشتغل بص اهو. هندوس على دوسة طويلة بس اه بس ندوسها كمان. بس كده كده مزبوطة اهو. وبعد كده نروح مطلعين التكة دي لبرة شوية. نطلع يعني الاكرة دي لبرة شوية. اهو. بعد كده نروح دايسين على اللي فوق دي اهو. 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 بس كده نروح مدخلين دي كده. بقى كده العقارب بقت مزبوطة او الدوريات الصغيرة دي بقت مزبوطة. فايدتها ايه? فايدتها لو انت مسلا عايز قعد في مسلا في ميتنج او بتحسب سباق معين. هو عايز تقرف انت عدت قدي. كلها تعمله انت تدوس كده هنا ده. تمام? العقارب ده كده هيبتدي يشتغل. لما العقارب ده يلف تلاتي اه ستين ثانية اللي هي الدايرة الكاملة بتاعته دي. العقارب ده كده هيجي دقيقة هنا. يعني هتلاقي العقارب اللي عند رقم تلاتين ده هيجي دقيقة واحدة هنا. ده هو العقارب ده بيقعد تلاتين دقيقة. تمام? والعقارب ده بيحسب اجزاء من الثانية. دي بصراحة العقارب ده يعني ما اعتقدش ان هو انت هيبقى ليه لازم في استخدامك قوي لان ده بيحسب اجزاء الثانية. يعني انت مسلا اعادت مسلا ستين ثانية وجزء من الثانية. فدي حاجة ما اعتقدش ان دي هتحتاجها قويا. لكن انشان تحتاجه صح هتحتاج اللي هو العقارب الطويل ده اللي هو اللي بيلف ده كده اللي هو بتاع اللي هو اللي هي ايه اللي انت يعني بتدوس عليها بتشتغل وبعاكية تدوس عليها توقف. بص اهو. احنا دلوقتي مستنيين ان العقرب ده اول ما هيلف اللفة الطويلة دي. هيبقى اه هتلاقي العقرب الصغير ده او اللي هي الدايرة الصغيرة دي. هتيجي هتترحل دقيقة هنا. هيركز هيه بص ركز. بص على العقرب ده ايه ده بص بص. خدت بالك. ده اتحرك دقيقة. علشان دي لفة ستين سانية. ده اخره العدات ده اخره تلاتين دقيقة. بس كده وفيه ساعات بتبقى دي تلاتين دقيقة وفيه هنا بيبقى ست اه بالساعات. بس كده ونروح دايس هنا عشان نرسطره. تروح دايس على ده كده وبعد كده تروح دايس على بس كده وده كل الفيديو واتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك تشترك معاه في القناة. احنا مش بنتكلم عن الساعات بس احنا بنتكلم عن السعادة السعادة الكمبيوتر اه اه الرياضة البرامج كل شيء. واتمنى ما تبخلش علي انك تعمل لايك للفيديو وتشترك معاه في القناة. شكرا جدا ليكم. وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.